المرأة ليست نكدية وإنما هذه الصفة أطلقها الرجل على المرأة عندما فشل في مجاراتها في تلبية احتياجاتها في فهم رغباتها تسمى الحاجات المكبوتة لماذا المرأة تعبر بصورة متكررة لسبب واحد فقط تسمى الاحتياجات الغير مشبعة ما وجدنا امرأة أشبعت حاجاتها النفسية العاطفية اللفظية المادية الجسدية المجدانية وهي نكدية ما وجدنا إلى الآن التكرار معنى أن هذه الحاجة المهمة بالنسبة لها المرأة يجب أن تدرك بأن كثرة الزن على الرجل تسبب عند حالة هياج الرجل ما يحب تعال عند الريال قولي أحبك 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 يتوتر أحبك يعني كلام جميل يحتوتر الرجل ما يحب التكرار لأنه نكدي ها لأنه نكدي الرجل النكدي المشكلة أن الرجل ما يستطيع أن يفرغ بين المشكلة الخاصة والمشكلة العامة يعني مثلا مشكلة تصار عنده في العمل ممكن يدخل البيت يزعل على أهل البيت يوتر أهل البيت وما لم ذنب لأنه صارت عنده مشكلة صحيح العمل صحيح ولمرأة